تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي من تحرير مواقع جديدة كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإنقلابية في محيط مركز مديرية باقم شمال قرب محافظة صعدة وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي القوات المسلحة أن قوات الجيش الوطني شنت هجوما عنيفا تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع المهمة بمحيط مركز مديرية باقم وصول إلى السيطرة النارية على حصن باقم وضف المصدر أن مقاتلات التحالف العربي سندت قوات الجيش الوطني في عملية التحرير وأسفرت عن مقتل وقرح العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية وأسر اثنين آخرين بالإضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية جبهة باقم واشتعال المعارك فيها وأبطال الجيش الوطني في تقدم مستمر سبع من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية لقوا مصرعهم أجرح عشرات آخرين إثر تواصل العمليات العسكرية اليوم الثالث على التوالي التي يخضها الجيش الوطني في مركز مديرية باقم شمال محافظة الصعدة ركن التسليح في اللواء الخامس حرس حدود العقيد وليد الصالحي في تصريح يؤكد بأن قوات اللواء الخامس حرس حدود شنت عملية عسكرية تكللت بالسيطرة على نقطة السداد وإحكام السيطرة ناريا على مثلث باقم ولم يعاد يفصل قواتهم عن إدارة أمن باقم سوى كيلو واحد فقط عناصر المليشيات تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد ولقي سبع من عناصرهم حتفهم أثناء محاولتهم صد تقدم قوات الجيش أجرح عشرات آخرين وأسر اثنين بينهم مصور يتبع قناة المسير الحوثية مقاتلات التحالف العربي تواصل عمليات الدعم الجوي المكثف والتي أسفرت عن تدمير ثلاث آليات كانت قادمة من مركز المحافظة كتعزيزات للمليشيات المحاصرة من ثلاثة محاور العميد صالح قروش قائد اللواء الخامس حرس حدود في دعوة له لأبناء صعد عموما وباقم خصوصا بسرعة التخلي عن جماعة الموت والإرهاب الحوثية والانضمام للجيش الوطني أو التزام الحياد لافتان إلى أن الجيش سيصدر عفوا شاملا عن كل من لم تتلطخ يديه بدماء الجيش مثمنا عمليات الإسناد المكثفة لقوات التحالف العربي التي ذللت كثيرا من الصعوبات في عملية الحسم يفصلنا بينها أقر من 2 كيلو وهذه الآن أمام رفع مديرة باقم نحن الآن تعدينا محديدة ونحن على أجراف على مشارف مديرة باقم نحن الآن نوجه رسالة من مشارف مديرة باقم ونقول من مع الحوثي أحسن لكم أن تتسلموا أنفسكم وتتركوا الحوثي الحوثي منتهي وإن شاء الله أيام قليلة ونحن داخل محافظة صعدة الأبطال في صعدة عازمون لرفع علم الجمهورية في أعلى قمة جبل مران وهذا ما وعد به منذ بدء المعركة النصر أو النصر سمير السروري قناة عدن الفضائية ترجمة نانسي قنقر